السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى السلام أما بعد أهلا وسهلا بكم عزائي الطلاب والطالبات في درس جديد مادة المعرفة المالية تحدثنا في الدرس السابق عن المقصود بسوق العمل اليوم سنتحدث عن كيف يؤثر التعليم على دخلك لا شك أن كلما زاد التعليم لدى الشخص زاد ذلك إيجابا على دخلي سنتحرف على مجموعة المفاهيم والمهارات في ارتباط التعليم بزيادة الدخل فلنبدأ معكم سويا على بركة الله هداف التعلم أولا هداف هذا الدرس تحديد أنواع مختلفة من التدعليم والتدريب وثانيا شرح العلاقة بين التعليم والمكاسب المادية تتعدد أنواع التعليم وتختلف فالمواطنون في الملكة العربية السعودية مثلا يتلقون تعليما إلزاميا إلى نهاية المرحلة الثانوية ويمكن للطلبة اختيار التحاق بمعهد مهني أو مدرسة ثانوية ذات مسارات متخصصة وهي المسار العام المسار الشرعي مسار إدارة الأعمال مسار علوم الحاسب والهندسة ومسار الصحة والحياة لا شك أننا في ملكة العربية السعودية بفضل الله عز وجل ثم بفضل قيادتنا الرشيدة في الحث على التعلم فجميعنا نتعلم كحد أدنى إلى المرحلة الثانوية ومن أراد الاستزادة في التعليم الجامعي أو المعاهد المهنية فله ذلك والفرص متاحة أمامه مما ساعد كذلك اليوم هو نظام المسارات الذي أطلقته وزارة التعليم بتحديد تخصص من المرحلة الثانوية ويوجد خمس مسارات لطالب المرحلة الثانوية يختاروا تلك المسارات المسار العام المسار الشرعي ومسار إدارة الأعمال وهم المسارات الحديثة التي أضيفت وكذلك مسار علوم الحاسب والهندسة ومسار الصحة والحياة نلاحظ أن هذه المسارات هي مسارات تخصصية في مجالات معينة تطلب بعض الوظائف تحصيلا علميا إضافيا بينما تطلب وظائف أخرى شهادات قد يستغرق الحصول عليها عدة سنوات يمكن أن يكون التعليم رسميا أو غير رسميا كثير من الوظائف تطلب شهادات أكاديمية محددة مهم جدا الحصول على تلك الشهادات حتى يحق لك مزاولة تلك المهن كذلك هناك شهادات تحدثنا عنها سابقا مثل الشهادات المهنية تلك الشهادات كذلك تطلبها بعض الوظائف لمزاولة تلك المهن أو الرخص المهنية أو غير ذلك من الشهادات التي تطلبها تلك الوظائف مهم جدا أن تعرف ما هو المتطلب لتلك الوظائف سواء من الشهادات الأكاديمية أو الدراسية أو الرخص المهنية حتى تستطيع مزاولة تلك المهنة التعليم يوجد تعليم رسمي وتعليم غير رسمي التعليم الرسمي ينبغي على الطلبة إثبات أنهم تعلموا مهارات ومفاهيم معينة وتمكنوا من اجتياز الاختبارات هذا هو التعليم الرسمي وهو التعليم النظامي الذي يوجد به عدد معين من الحصاص أو المقررات التي تدرسها وفق ساعات معينة وبعد ذلك يتم اختبارك في تلك المعارف والمهارات ويتم التأكد من أنك حصلت على تلك المعارف والمهارات وبعد ذلك تحصل على شهادة لاجتيازك تلك المرحلة أو ذلك المستوى الدراسي أو الأكاديمي هناك تعليم آخر وهو التعليم غير الرسمي فلا يكتسب عادة داخل الفصول الدراسية وإنما أثناء العمل أو من خلال تجارب الحياة في أغلب الأحيان فالتعليم الغير رسمي هو تعليم مهم جدا لاكتساب خبرة واكتساب معرفة واكتساب مهارة لكنك لا تحصل مقابل ذلك التعليم على شهادة فحينما تعمل مع خبير لا شك أنك تستكتسب منه مجموعة كبيرة جدا من المعارف والخبرات والمهارات وغير ذلك هذه الخبرات والمعارف والمهارات لا يوجد لها شهادة لامتلاكك تلك المهارات فهذا ما نسميه التعليم الرسمي وهو لا يقل أهمية عن التعليم الرسمي فكما أن التعليم الرسمي مهم كذلك التعليم الغير رسمي مهم سواء كان من خلال الخبرات أو التعلم التجربة أو المرسة أو غير ذلك التعليم الرسمي تطلب حضور الدروس وغالبا ما يمنح الطالب شهادة علمية أما التعليم غير الرسمي فهو تعليم غير منظم يحدث بعيدا عن التعلم التقليدي الرسمي فهذا الفرق بين التعلم الرسمي والتعلم الغير رسمي وكلها كما ذكرنا يعتبر تعلم مهم وضروري للانخراط والدخول في سوق العمل التعلم في مكان العمل وهو يعتبر من أنواع التعليم غير الرسمي حيث يتم خلاله التدريب أثناء العمل أي أنك تكسب المهارات أو تكسب المهارات بفضل المشرف الذي يوجه عملك فهو يحدد لك المهارات التي تحتاج إليها للقيام بعملك بنجاح ويتحقق مما إذا كان عملك يافي بالمتطلبات ولكن قد لا تحصل على أي شهادات كما ذكرنا تثبت أنك وصلت إلى مستوى معين في مجال ما قد تكون من الصعب إثبات قدراتك إذا قررت البحث عن وظيفة في مؤسسة أخرى هذا نوع من أنواع التعلم وهو التدريب أثناء العمل حيث أن مديرك أو من يشرف عليك يوجهك ببعض المهارات أو التعلم أو غير ذلك ولا شك أن ذلك ينمي قدراتك ومهاراتك وتستفيد منه لكن أحيانا قد يصعب إثباته بمثند معين إذا ما أردت الانتقال إلى جهة أخرى لكن لا شك أنك حينما تحصل على تلك أو ذلك التعليم أن ذلك سيفيدك في استقطاب الجهات أو إثبات نفسك إذا ما أردت التقدم لجهة أخرى لكنها بطريقة غير مباشرة حيث يكون لديك مجموعة من مهارات التي تبينها وتوضحها لجهة التوظيف أثناء المقابلة الشخصية قد يحدث التعليم في مكان العمل أيضا من خلال التدريب خارج العمل في هذه الحالة يتكفل صاحب العمل بتدريبك على اكتساب المهارة المطلوبة للعمل كثير من الجهات تساعد الموظف على تطوير وبناء نفسه وذلك من خلال تحديد احتياجها التدريبي الذي من المهم أن ينمي مهارته المرتبطة بتلك الوظيفة وبعد ذلك جهة العمل تجعله يتدرب خارج العمل بدورات تدريبية متعددة ومختلفة وتشمل هذه الخطوة ما يلي أولا التعليم الرسمي في مؤسسة تدريب معتمدة ثانيا الحصول على شهادة عند إتمام الدورة بنجاح وذلك يعني أنك الآن تملك دليلا يثبت أنك حققت مستوى معين في مجال ما يمكنك استخدامه البحث عن وظائف جديدة أو طلب التقية في هذا التعليم الذي يكون خارج العمل وهو الدورات التدريبية هذه تستطيع إثباتها من خلال الشهادة حين اجتيازك أو حضورك دورة معينة من جهة معتمدة حيث أنك تثبت ذلك لجهة التوظيف التي ترغب بالعمل لديها التدريب أثناء العمل التدريب الذي يحصل عليه الشخص أثناء القيام بعمله الذي يتقاضى عليه أجرا أما التدريب خارج العمل فهو التدريب بعيدا عن مكان العمل يعتبر التدريب الذاتي طريقة أخرى لتعلم مهارات جديدة كأن تتعلم استخدام تقنية جديدة مثل برنامج على الحاسوب من خلال قراءة الكتب والمراجع المختصة استخدام النماذج التعليمية المكتوبة أو برامج الفيديو التعليمية لتعلم نفسك مهارة قيمة هذا التدريب الذاتي وهو كذلك من الانواع المهمة التي من المهم جدا أن تتعلم من خلالها هو أن تتعلم ذاتيا لا من خلال جهة التدريب أو من خلال خبير أو غير ذلك فتبدأ حينما تريد أن تتعلم مهارة معينة أو اكتساب معارف معينة أن تبدأ بالقراءة والإطلاع والاستماع فتبحث عن الكتب في ذلك التخصص أو تبحث عن المواد المنشورة في مواقع الإنترنت أو غيره وتسمع لتلك المفاهيم والمعارف وكذلك طرق اكتساب تلك المهارات وغير ذلك من الطرق التي تتعلم من خلالها ذاتيا فعلى سبيل المثال لكي يتضح التعليم الذاتي حينما يريد شخص أن يتعلم اللغة الإنجليزية بإمكانه أن يدخل معهدا ويتعلم اللغة الإنجليزية أو يدخل في التعليم النظامي ويتعلم اللغة الإنجليزية لكن هناك شخص ثالث يريد أن يتعلم اللغة الإنجليزية ذاتيا فيقتني مجموعة من الكتب ويبدأ بالتعلم والممارسة وذلك يسمى تعليما ذاتيا وهو كذلك من المهم جدا أن يكون للشخص تعلم ذاتيا وأن يضع على نفسه أداف لزيادة التعلم الذاتي وكذلك بأنواع التعلم الأخرى التي ذكرناها قبل قليل يمكن إدراج هذه المهارات في السير الذاتية عندنا تصبح قادرا على إدائها بمستوى مقبول أو مستوى متميز التدريب الذاتي تعلم مهارة جديدة من خلال القراءة والمارسة بمفردك والسيرة الذاتية كما ذكرنا سابقا هي ملخص عن مؤهلاتك العلمية ومهاراتك وخبرتك وتستخدم عند تقديم طلب توظيف العلاقة بين التعلم والمكاسب قد يؤثر مستوى التعليم ونوعه على مقدار الأجر المتوقع كسبه وعاد يكسب الأفراد الذين حصلوا على تعليم رسمي أجرا أعلى من الأشخاص الذين حصلوا على تعليم أقل مستوى أو تعليم غير رسمي حينما يكون الشخص لديه مستوى تعليم مرتفع أكثر من غيره فإنه في الغالب يحصل على أجر وكما ذكرنا أن التعليم الرسمي مهم سواء كان في المستويات الدراسية أو بعد ذلك إلى الدراسات أكاديمية العلية كل تلك تؤثر في مقدار الأجر أو الراتب الذي ستحصل عليه في المستقبل كذلك طرق التعلم الأخرى تؤثر في مدى حصولك على الأجر أو الراتب مقارنة ببقية زملائك أو من يرغبون بالتوظيف في تلك الجهات وفي حال كان أجر الوظيفة مرتفعا مقارنة بمستوى التعليم المطلوب فلا بد من وجود سبب معين فقد تطلب الوظيفة مستوى عالية من الخبرة يكتسب من خلال المارسة أو يكتسب من خلال المارسة ولا يمكن يكتسب من خلال الدراسة النظامية فكما ذكرنا الدراسة النظامية مهمة جدا كذلك الخبرة المارسة التجربة وكذلك الشهادات المهنية والدورات كل تلك تؤثر في قرار التوظيف أولا ثم بعد ذلك في الحصول على أجر ماد مرتفع ومهم جدا أن تهتم بالدراسة الأكاديمية أو الدراسة النظامية وكذلك بطرق التعليم المختلفة من التدريب وكذلك التعلم الذاتي وغير ذلك من أساليب زيادة المعرفة أو اكتساب المهارة وغير ذلك الحصول على ترقية من خلال سلم الرواتب عندما تعمل في مؤسسة ما غالبا ما يتوفر سلم رواتب يظهر المبلغ الذي ستحصل عليه في كل مستوى مستويات الوظيفة وتعتمد للمؤسسات سلم رواتب يسمح للموظفين المحتملين والحالين بمعرفة الراتب الذي سيتقاضونه على سبيل المثال لكل وظائف في الخدمة المدنية السعودية سلم رواتب خاصة أو خاص بها جميع أو في غالب الوظائف هناك سلم رواتب واضح لكيفية تدرج الموظف في الحصول على الراتب المحدد فالخدمة المدنية يوجد لديها سلم يعرف الموظف متى يحصل على ذلك الاستحقاق من الراتب كذلك الجهات الشركات وغيرها خصوصا تلك الشركات الكبرى يوجد لديها سلم للوظائف حسب المهارات حسب الدراسة حسب غير ذلك من الخبرات في يعني يحصل أو كيف يحصل الشخص على ذلك الراتب المحدد وفق محددات معينة أو محددات معينة سنوضح معكم مثالا على سلم الرواتب ما هو سلم الرواتب؟ هو مختلف مستويات الأجور ونطاقاتها لوظيفة معينة استنادا إلى مستوى المهارات والخبرات والشهادات وغير ذلك هذا المثال على سلم الرواتب المملكة العربية السعودية لموظفي الخدمة المدنية نلاحظ هنا المراتب وهنا السنوات وهنا العلاو السنوية ونلاحظ تفاصيل الرواتب هذا المثال على سلم الرواتب الخدمة المدنية وكذلك في الجهات يوجد سلم الرواتب قد تتحدث هذه السلالة بما يتوافق مع التطورات الاقتصادية المختلفة استند سلم الرواتب لكل وظيفة ومؤسسة إلى عدد من العوامل منها مدى صعوبة الدور الوظيفي؟ كلما ازداد الدور الوظيفي صعوبة ارتفع مقدار الرواتب فمثلا وفقا لسلم الرواتب يتقاضى العامل الفني الذي يقوم ببحث أجهزة الحاسوب وصيانتها باستخدام المهارات الأساسية أجرا أقل من برمج الحاسب الذي يتأكد من عمل جميع الأنظمة على أكمل وجه فمدى صعوبة وطبيعة العمل الذي يقوم به تفاوت الأجر والراتب في سلم الرواتب مهم جدا أن تعرف ما هي تلك الوظائف التي تطلب قدر أكبر من التحدي والصعوبة بحيث تخوض غمار ذلك التحدي وبالتالي ستحقق أجرا وعائدا أكبر حينما تعمل في تلك الوظائف كذلك من المحددات حجم الخبرة أو التدريب المطلوب توفر الوظائف التي تطلب تدريبا إضافيا خارج العمل مثل الطباء المتخصين رواتب أعلى من الطباء غير المتخصين فالطبيب العام يختلف عن الطبيب الأخصائي وكذلك الطبيب الاستشاري وفي جميع الوظائف حينما يكون الشخص أكثر تخصصية لا شك أنه سيحصل على مقابل وأجر مادي أكبر غالبا ما يحدد نطاق للرواتب ضمن رتبة معينة من شأن ذلك أن يؤكد وجود علاوة الموظفين للعمل بشكل جاد حتى لو لم يحصلوا على ترقيات ويبلغ الموظفون بالتالي مستويات أعلى في سلم الرواتب بفضل عدد من العوامل ما هي هذه العوامل؟ مدة خدمة الموظفين داخل المؤسسة أول جهة عندما يبقى الموظف في الوظيفة نفسها يمكنه الحصول على علاوة سنوية في نطاق الراتب حتى يصل إلى مستوى الحد الأعلى العلاوة هي مبلغ للزيادة السنوية التي يحصل عليها الفرد في مرتبه فيزيد سنويا راتبه بناء على هذه العلاوة وهذه مرتبطة بعدد السنوات التي يقضيها الفرد في جهة معينة لكن هذا لا يعني أن الشخص يجلس في جهة معينة ولا يغير تلك الجهة لأنه ربما إذا انتقل إلى جهة أخرى ربما يحصل على مميزات لم يتيسر له الحصول عليها لو استمر في الجهة الأولى لخمس سنوات أو أكثر أو أقل لكنه بانتقاله لتلك الجهة الأخرى بما يتوافق مع مهاراته وخبراته ومعارفه سيقفز قفزة في أجره أو المقابل المادي الذي يحصل عليه مستوى التعليم كذلك من المحددات فإذا حصل الفرد على شهادات ذات صلة بالدور الوظيفي وكيف يمرجح أن يحصل على راتب أعلى فكلما زاد مستوى التعليم لدى الفرد كلما زاد ذلك من الأجر أو المرتب الذي يحصل عليه بعد ذلك التخطيط لرحلتك التعليمية فكر في نوع التعليم الذي تريد إتمامه ومدى إعدادك المهنة أو الوظيفة التي تريد ممارستها لاحقا في الحياة تذكر أن التحصيل العلمي سيؤثر على خياطك الوظيفية الحالية والمستقبلية لذا يعد اتخاذ قرارات بشأن التعليم مسؤولية مهمة مهم جدا أن تخطط لرحلتك التعليمية من الآن ومن تلك القرارات التي يحتاج أن تتخذها بسن مبكر بعد استشارة من تثق بهم اختيار المسار التعليمي المناسب لك في المرحلة الثانوية فهذا من القرارات التي من المفترض أن تبنيها بناء على خطتك المهنية المستقبلية وبعد ذلك تختار المسار التعليمي المناسب لك يعتبر التعليم استثمارا في مستقبلك حيث أن الوظائف التي تختارها والتحصيل العلمي الذي تحصل عليه سيؤثر على مقدار الراتب الذي ستحصل عليه ما مقدار الوقت الذي تستمضيه؟ هو الجهد الذي ستبدله لاستعداد الوظيفة التي تريدها كيف تعزز فرصك في الحصول على الوظيفة أكثر من أي شخص آخر لتبدأ من الآن في التخطيط لمستقبلك الوظيفة ولا تتأخر لأنك كلما ابتدأت مبكرا كلما ساعد ذلك على نمو بدخلك وتحقيق النجاحات من وقت مبكر وبشكل أكبر هذا دورك لتفكر فكر استنادا للشكل الذي عرضناه قبل قليل ما هي الوظيفة التي قد تكون مهتما بها مستقبلا وهنا موجود مجموعة من الإجراءات طبق هذه الإجراءات لا شك أن ذلك سيساعدك في بناء خطتك العلمية وكذلك خطتك العملية المستقبلية هذا نطاق الرواتب لوظائف مختلفة في مملكة عربية السعودية مثلا المحاضرون والساتذة الجامعيون من 8,765 ريالا إلى 28,710 وهكذا في جميع الوظائف يوجد حد ونطاق لتلك الرواتب نأخذ معكم أسئلة لمراجعة الدرس أولا أي ما يلي يعد مثالا على التدريب أثناء العمل يوجد لدينا هذه الإجابات أي من هذه الإجابات الإجابة الصحيحة أحسنتم الإجابة الصحيحة هي اتباع تعليمات المشرف الخاص بك لا يمكنك الحصول على راتب مرتفع إلا إذا كنت ذا مستوى تعليمي مرتفع هل الإجابة صحيحة أو خاطئة؟ الإجابة خاطئة فربما تحصل على مرتب عالي من خلال خبرتك أو مهاراتك أو غير ذلك السيرة الذاتية هي وثيقة توضح المهارات والخبرة اللازمة عند الإعلان عن دور وظيفي الإجابة صحيحة يعتمد سلم الرواتب في نطاق الأجور على أي من هذه الإجابات هي الإجابة الصحيحة؟ فكروا في الإجابة أحسنتم الإجابة هي عدد الشهادات ذات الصلة التي حصلت عليها أي من ما يلي لا يعد السمة من سمات التعليم غير الرسمي؟ كل هذه من سمات التعليم غير الرسمي أي منها لا يمثل تلك السمة؟ أحسنتم الإجابة يحصل عادة داخل الفصول الدراسية في معظم الأحيان يمكنك زيادة راتبك ببساطة عن طريق البقاء في الوظيفة نفسها لفترة طويلة الإجابة صحيحة أحسنتم في الختام لا يسعني أعزائي الطلاب والطالبات إلا أن أشكركم على حسن استماعكم وإنصاتكم شكرا لكم دمتم بيوت ترجمة نانسي قنقر